اشتركوا في القناة في لقاء اليوم الأربعاء في الرياض مع قائد تلك القوات الفريق الركن فهد بن حمد السلمان رؤية الحكومة لتطوير أداء المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية ومسار الإصلاحات بما يساعد على بناء جيش قويا وفق أسس مهنية بالإضافة إلى الدعم المطلوب في هذا الجانب من القوات المشاركة التي تقودها السعودية أعلنت سفرة اليمن في لبنان تعذرها في تسيير رحلة إجلاء لرعاياها المتواجدين على الأراضي اللبنانية التي تتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم العاشر وقالت السفرة في بيان اليوم الأربعاء إنها بذلت مساع كبيرة لتسيير رحلة من لمن يرغب في السفر إلى أنه تعذر تحقيق هذه الغاية مشيرة إلى مساع لها للبحث عن حل بديل عبر السفر برا عن طريق سوريا ثم الأردن عبر تأشيرة عبور قال المناسق المقيم ومناسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس إن ميناء الحديدة في اليمن ما زال يعمل وقادر على استقبال الإمدادات التجارية والإنسانية وذلك في تقييم أممي للميناء بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة في المحافظة الساحلية ومساء لحد الماضي شن الكيان الصيوني سلسلة غارات على منطقتين رأس عيسى والحديدة بما في ذلك محطات الطاقة والميناء المستخدم لاستراد النفط فيما حملت الحكومة الشرعية والأحزاب الموالية لها ميليشي الحوثي وإيران وإسرائيل مسؤولية انتهاك السيادة اليمنية واستهداف المصالح الحيوية قال عمرو بن حبروش رئيس حلف قبائل حضر موت رئيس مؤتمر حضر موت الجامعة للحركة الذي يقوده الحلف والمؤتمر يضع مسارا واضحا لإعادة الاعتبار لحضر موت وإعطائها ما تستحقه جاء ذلك في لقائه وفدا قبليا في هضبة حضر موت اليوم الأربعاء في طار حراك قبليا واسعا يتزعمه الحلف لفرض مطالب خدمية وسياسية في وقتا دعت قبائل آل العمود ومعها تسع قبائل أخرى للقاء عام لكافة أطياف المجتمع الحضرمي وتأكيدها على أن القرار الحضرمي مستقل ولا يتفرد به مكون أو قبيلة أو فرد أفدت منظمة الهجرة الدولية بوفاة وفقدان 177 مهاجرا قبل التسواح لجيبوت بعد إجبارهم على النزول في عرض البحر وأكدت المنظمة اليوم الأربعاء أن الضحايا كانوا عائدين من اليمن على قاربين عندما تم إجبارهم على النزول في عرض البحر قبال تسواح لأوبوك بالقرب من جودوريا مضيفة أن هذه الحادثة أسفرت عن وفاة 45 بينما لا يزال 134 في عداد المفقودين ختام الموجز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة